طيب نروح لماتش النهاردة ساعة 9 تحديدا مواجهة نارية وأعتقد أنه مستويات ليفر بول في الدوري الإنجليزي بتحتم على أورجين كلوب وبتحتم على نجوم الفريق أنه هم يفكروا بشكل أكتر تركيز في بطولة الشامبيونز ليج لأنه مازالت فرصتهم قائمة النهاردة عندهم ماتش في اسكوتلندا على ملعب جلاسكو رانجلز اسكوتلندي مباراها تكون صعبة بكل تأكيد لكن في النهاية مازالت فرص ليفر بول في محاولة على الأقل يحاول أو على الأقل هدف ممكن يكون ممكن تحقيقه لأنه أنا أشوف أن البطولة الكريمير ليج بقت بعيدة قوي على ليفر بول صعب يعني صعب في ظل كمان السنة دي عندنا الأرسنال محدش يقدر يعني يقول أنه الأرسنال مش فريق مرشح الأرسنال حتى اللحظة اللي بكلم حضراتكم فيها متصدر البطولة على حساب كل العمال على حساب الستي على حساب تشلسي على حساب تاتنهام على حساب يونايتد على حساب ليفر بول نفسه فالأرسنال السنة دي غير سيتي طبعا مرشح فوق العادة يعني مستويات أكتر من رائعة ومع وجود هالند والأرقام والأهداف اللي بيعملها هالند ما تقدرش تستبعد المان سيتي وحتى من غير وجود هالند لازم ترشح السيتي كبطل محتمل لمسابقة البريمير ليج تاتنهام مش بعيد شلسي ابتدى يرجع يونايتد لازم هيقوم فبالتالي فرص بعد أكثر من تعصر آخرهم طبعا قدام الأرسنال ما عندهمش غير الشامبينز ليج وأعتقد عليهم أنه هما يركزوا في بطولة الشامبينز ليج لأنه فرصهم أكبر بشكل كبير طيب أفكركم بمناسبة لقاء رينجز وليفر في ماتشاط للشامبينز ليج النهاردة تعالوا نشوف هيكون عندنا ماتشاط ايه تانية هي الجولة دي يعني مش أحسن يعني ما فيهاش كلاشات أو الماتشاط أو اللقاءات اللي ممكن تنتظرها ويبقى فيه كده إجماع عليها لكن في النهاية عندنا النهاردة نابولي في مواجهة آيكس طبعا بعد خسارة فادحة لآيكس عم السيدان بنتيجة الستة واحد عندنا كلاب روج في مواجهة أتلاتكو مادريد عندنا رينجز اسكوتلندي في مواجهة ليفر بول عندنا بورتو البرتغالي في مواجهة ليفر كوزن عندنا البرسة في مواجهة الإنتر ودي يمكن تكون أقوى مباراة النهاردة هتجمع بين الفرقتين بعد ما الانتر في جوسيبي ميادسا قدر يخطف البرسة بهدف أنا شايفه عكس سير المباراة وشايف أنه البرسة كان الأخطر والبرسة كان الأحق بالفوز في المباراة لكن في النهاية اللي بيكسب بيكسب لكن في النهاردة على كامب نو أعتقد أنه برشلونة فرصة هتكون قوية جدا في مواجهة الانتر ويمكن تكون أقوى مباراة من حيث أسماء الفرق اللي بتشارك في المواجهة دي عندنا فيكتوريا بلزن في مواجهة بار ميونيخ عندنا فرانكفورت في مواجهة تاتنهام وعندنا سبورت انجليش بونا في مواجهة مارسيليا دي مباراة جولت النهاردة من الشامبيونز ليج